السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان شاء الله النهاردة على جهاز التوين تلات تلاف هنعرف ازاي نعمل تحديس للجهاز تحديس السوفت وير وتحديس ملف القنوات بمنتهى البساطة واحنا وقفين على القناة بنضغط مينيو وبنروح على لو عايزين نحدث السوفت وير الخاص به الجهاز بنروح على اخر حاجة تحت اسمها تحديس اخر حاجة تحت هي التحديس بنضغط على التحديس هنوقف عليها ايه ايدي عليها بنضغط عليها بالشكل ده بيطلع لنا آآ قيمة التحديس بتاعتنا زي ما احنا شايفين اول حاجة هو تحديس تحديس هو التحديس تلاتة آآ آآ زيرو تومانية ده اخر تحديس للجهاز بإذن الله في تحديس جديد ان نزل في خلال اسبوع ده تحديس السوفت وير عندي بعد كده تحديس كامل وعايز تحديس الشفارات الخاصة بالجهاز معني جهاز تحديس اليوتيوب دي التحديسات لو عايز اتغط على التحديس دوت وعايز في اي مشكلة في الجهاز وعايز له تحديس من جديد بضغط عليها لو ضغطت عليها بيقول لي هل تريد تحديس الملف بيقول له نعم بيقول لي ان التحديس الموجود هو اخر اصدار فبالتالي انت حاليا على اخر اصدار فانا كده ايه الاصدار اللي عندي هو اخر تحديس للجهاز طيب بخرج من التحديس بتاع الجهاز عايز اروح على تحديس القنوات لو عايز احدس القنوات في المينيو برضو عندي في حاجة اسمها التركيب وجنبها في حاجة اسمها القناة بقف على القناة عشان احدث ملف القناة عربي او انجليزي واضغط اوكي تمام? وفي عندي حاجة اسمها تحرير القنوات دي لو انا عايزا القنوات احرق قنوات اقفل القنوات احزف قنوات كل ده عن طريق تحرير القنوات. طيب بعد كده في تحرير تحرير قنوات الفيفوريت القنوات المفضلة. عايز اضيف قنوات اعمل آآ مجموعات معينة للقنوات. بعد كده اخرج عندي بقى اهم حاجة عندي ازاي قدر انزل ملف القنوات في حفز واستعادة القنوات. هذا اللي الخاص بتنزيل الملف القنوات اونلاين. بضغط ايه على حفز واستعادت القنوات وبروح على اخر حاجة اسمها التحميل من السحابة. التحميل من السحابة. وبضغط عليها اوكي. بيجي لي. في التحميل من السحابة ملفات القنوات زي ما احنا شايفين. اول ملف دهlaf ده خاص بالجهاز بس كل ملف ما عندنا دايما بختار احدث ملف. احدث ملف هنا بتاريخ ستة عشر اربعة وعشرين. ده ملف آآ سات آآ العربي. ده ملف القنوات العربي. لو ضغط عليه هو اخر سطر. ماشي? مكتوب في اخله كمان كلمة عربك. ده ملف القنوات العربي. وعليه حوالي آآ اتنين وعشرين امر. بضغط اوكي ويبدأ يسحب معايا الملف. بيقول لي هل تريد استبدال قائمة? بيقول له نعم. وبيبدأ يعمل لي عملية. بيقول لي تماني يرجى للتنظار بياخد حوالي نص دقيقة. وبعد ما بيخلص بيقول لي ان تم خلاص. بخرج بروح على القنوات يلاقي ملف القنوات. في عندي ملف القنوات انجليزي فوقيه على طول. واللي تحت ملف عربي. في عندنا ملف القنوات خاص بجهاز فابريكا. بلاش تنزله لانه ده خاص باجست الجي اكس. دي كانت الطريقة وطبعا هو هيخلص التحميل براحته خالص. اللي هنا خلاص نجاح. يبقى كده خلاص تم تنزيل ملف القنوات بنجاح. آآ بخرج كده وخلاص انا كده عرفت ان انا احدث الجهاز ازاي الصوفت واحدث ازاي في الجهاز القنوات. آآ شكرا جزيلا لحضراتكم وبازن الله آآ اخسراتي.